خدمة سكايب من جنيف بابار بلوش المتحدث باسم المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سيد بلوش 80 مليون لاجئ حول العالم هذا رقم كبير جدا والمؤسف أن هذا الرقم في ازدياد آخر كما تتوقعون حقا وهذا شيء لم نراه قبلا على الإطلاق تخيل أن واحدا بالمئة من كل البشرية مشردة في حالة لجوء ونزوح ونرى بأن الناس الذين قد هجروا قد هربوا وفروا من الصراعات والحروب وعندما يتأثر هؤلاء الناس فإن أغلبهم يكون من الأطفال والنساء إضافة إلى كبار السن والرجال أيضا وفقا للتقرير فإنه منذ عشرة سنوات مضت في بداية العقد هذا لقد تضاعف الرقم في حوالي عشرة سنوات وهذا أمر مقلق جدا طيب سيد بلوش غير رصد الأرقام كما تفعلون أنتم كمفوضية ماذا يمكنكم أن تفعلوا في مواجهة هذا الطفان البشري من اللاجئين فلنتذكر أن رقم 80 مليون يبدو رقما ضخما جدا وفقا لما قد تبت تأثر به ولكن الاختلاف الذي نقوم بأحداثه من أجل مساعدتهم هناك احتمال لذلك دائما عندما نطلب من العالم أن يتعامل بجدية مع الأمور أن يحل الصراعات ويسويها فيما يتعلق بهذا العدد هناك 26 مليون منهم نازحون خارج بلادهم قد أجبروا على التخطي الحدود الدولية والبحث عن ملاذ آمن في مكان ما آخر و68 بالمئة منهم يأتون فقط من خمس بلدان هي سوريا في رأس القائمة وفنزويلا أيضا وأفغانستان وجنوب السودان ثم لدينا قضية الروهنغيا في ميانمار إذن العالم جاد إذا كان العالم جادا في خفض هذه الأرقام فإنه يجب أن يعمل مع بعضه البعض من أجل ذلك نرى هذا الأمر كمشكلة متفاقمة ولكن عندما ننظر إلى العديد من الخطابات والأحاديث حول ذلك والأرقام التي تطرح وخاصة في أوروبا عندما ننظر إلى هذا الأمر فنرى بأن أغلبية المشردين يتركزون في البلدان الفقيرة وليس في البلدان الغنية ولذلك يجب أن يكون لدينا فهم فيما يتعلق بالتضامن العالمي من أجل أن ندعم هذه البلدان الفقيرة التي تستضيف معظم هؤلاء النازحين والمشردين أو اللاجئين هؤلاء الثمانون مليون لاجئ سيد بلوش يحتاجون غذاء ودواء وتعليم وصحة وأمن ورعاية أنتم كمفوضية هل تمتلكون الإمكانيات الموارد الكافية لتغضية احتياجات هؤلاء المساكين يجب أن لا ننسى بأنه من ضمن هذا الرقم الثمانين مليون سبعة وأربعين مليون منهم يعيشون ضمن بلدانهم وهم نازحون ضمن حدود بلادهم الأم وهذا الأمر قد يكون مساعدا لنا في وضع حلول سريعة عبر توفير المساعدة السريعة لهم أما الأعداد الباقية نرى بأن 26 مليون منهم لاجئين في بلدان أخرى ومعظم هذه البلدان التي يلجون إليها هي بلدان فقيرة للأسف الموارد لدعم هؤلاء اللاجئين ليست موجودة دائما ولذلك نحن في مؤسستنا لدينا تجمع كبير وكان هذا تجمع في ديسمبر السنة الماضية وقد جاءت كل الدول الأعضاء إلينا ودعونا القطاع الخاص والمؤسسات والشركات والمنظمات من أجل أن نضمن بأن كل هذه البلدان الفقيرة لم تترك لوحدها في التعامل مع هذه الحالة ولكن نحن فرديا كأفراد يمكننا أن نحدث فرقا وإذا كان هناك أي شخص يستمع إلينا وقال بأنه يريد أن يدعم أي شخص من النازحين أو اللاجئين فإنه يمكن أن يقوم بذلك ويحدث تغييرا شكرا جزيلا بابار بلوش المتحدث باسم المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنين